سواء بالنسبة للشأن الداخلي ولكن أيضا السياسة الخارجية أيضا لها أهمية كبيرة جدا ومن ضمن الملفات الموجودة في السياسة الخارجية نجد أنه المرشح الجمهوري دونالد ترامب أعلم أيضا في أكثر من مرة أنه هيدعم بنسبة 100% حلف شمال الأطلسي حلف الناتو وذلك في حال أنه الدول الأوروبية تفي بالتزاماتها المادية ملف في منتهى الأهمية يريد حضرتك تتكلم عنه تفصيلا والمتوقع من ترامب وأيضا من كاميلا هاريس جدا يعني خليني بس أعلق سريعا على الجملة التي تفضلتها ابتداء وهي وأتفق فيها مع حضرتك تماما وهي أن ما يشغل الناخب الأمريكي ربما بالنسبة تفوق 90% هو الداخل نعم قضايا الداخل وتحديدا القضايا الاقتصادية القضايا الخاصة بالتشغيل نسب البطالة العمالة الإجهاض الحق في العمل الحقوق المثليين وغير ذلك من القضايا الداخلية أما القضايا الخارجية فربما تهم المحللين وتهمنا نحن في الخارج أعود إلى الملف الذي تفضلت وذكرته وهو ملف حلف الناتو ملف في غاية الأهمية ولكن على الرغم من تصريحات دونالد ترامب المتكررة بأنه يدعم الحلف إلا أننا يجب أن نؤكد على أن دونالد ترامب هو صاحب الواقعية في العلاقات الدولية والواقعية الهجومية الواقعية الهجومية يعني تتجاوز فكرة البراجماتية أو الواقعية التقليدية وتنطلق إلى ما يمكن تسميته بأن الدولة يمكن أن تتبنى تصرفات واحد أحادية الجانب أثنين تقوم بشن حروب استباقية وأريد أن أذكر على أن لفظ الحروب الاستباقية ظهر أول مرة في استراتيجية الأمن القوم الأمريكية ألفين واثنين في عهد بوشي الإبن وهو كان جمهوري بالمناسبة وبالتالي فكرة الإيمان بالمؤسسات ليست حاضرة كثيرا لدى لا أقول لدى الجمهورين ولكن لدى دونالد ترامب تحديدا دونالد ترامب على الرغم من تأكيده تأييده يعني تأكيد تأييده لحلف شمال الأطلنطي إلا أنه أيضا في غير مناسبة أكد على أنه يمكن أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية دون الحلف شمال الأطلنطي وأكد أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل أعباء مادية كثيرة متغير الاقتصادي مهم جدا وهو دائما يعني بحكم أنه رجل أعمال وبحكم أنه يعني يفهم نفسية المواطن الأمريكي فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهو يغازل المواطن الأمريكي في هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية دائما أو يقول أنها دائما تتحمل أعباء مالية أكثر مما يتحمله الجانب الأوروبي لدرجة أنه هدد بالانسحاب أعتقد أنه كان ذلك في 2017 أو 2018 حدد بالانسحاب من حلف النيتو ثم بعد ذلك أكد مساعده أو بعض مساعده بأنه يعني عفوا كان مخمورا حينما ذكر هذه المسألة ويعني اعتذروا عن هذه المسألة باعتبار أن حلف النيتو واحد من يعني الكور فاليوز أو القيم الأساسية الجوهرية في المجتمع الأمريكي أو في الدولة الأمريكية يعني ببساطة شديدة ترامب على الرغم من تأكيده على ضرورة أن يقوى الحلف وتوسع الحلف وامتداد الحلف إلا أنه في المقابل لديه سياسات تفوق ما يسمى بالمؤسساتية بمعنى أنه عند درجة محددة لا يعترف بالتحرك المؤسسي سواء من جانب الأمم المتحدة أو حتى من الحلف بمعنى أنه إن اقتضت الضرورة تحرك القوات المسلحة الأمريكية أو التحرك الأمريكي في منطقة ما من العالم وارتأت باقي دول الحلف أن هذا الأمر ليس مهما فإنه في هذه الحالة سيتجاوز رؤى وتصورات حلف النيتو وسيتحرك يعني متجاوزا هذا الحلف أيضا زي ما قلت لحضرتك هو هدد أكثر من مرة بأن الأوروبيون إن لم يلتزموا بولائهم وسياساتهم المؤيدة بشكل تام بحسب أنهم حلفاء ويدورون في الفلك الأمريكي إن لم يلتزموا بذلك فهو سيتصرف بعيدا على الحلف مؤكدا على أن ما تدفعه أو ما تتكبده الولايات الأمريكية من ميزانية داخل الحلف يفوق بكثير ما تتكبده الدول الأوروبية وبالتالي يعني بمنطق البلدي بالنسبة لنا يعني هو أنهم عايشين أو دخلين الحلف سفلاء بالبلدي كده فبالتالي يعني هو يؤكد على هذا الحلف من منظور أنه يريد أن يحاصر ويطوق الطرف الروسي والطرف القطب الروسي والقطب الصيني دون أن يلتزم التزاما أصيلا بالتحرك داخل هذا الحلف من الواضح تماما أن دونالد ترامب لديه ما يسمى بالواقعية الهجومية التي تفوق أو تتخطأ التعامل المؤسسي يعني هو لا يؤمن بالمؤسسات نعم حضرك أشارت إلى الجانب الاقتصادي وده الحقيقة خليني برضو أسأل حضرتك دكتور محمد عن دعم ترامب أو كاميلا هاريس للدعم الاقتصادي لحلفاء الولايات المتحدة التقليدين المتوقع في هذا الإطار أي يعني طبعا فكرة الدعم ستكون موجودة ولكن أيضا بحسابات يعني خلينا نؤكد على أن إن فاز دونالد ترامب فهو رجل أعمال رجل أعمال يتعامل بمنطق الصفقة فكرة المكسب والخصارة يعني زي أقوله كده يعني يعني أي مسألة سياسية هو يحسبها بمنطق حسابات الصفقة التجارية ما العائد وما المكسب وبالتالي يقيمها وفق هذه المسألة وأعتقد أن هذه المسألة يعني تأتي على هوى المواطن الأمريكي إلى حد كبير فعلى الرغم من يعني النجاحات التي حققها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جو بايدن الفترة السابقة الأربع سنوات السابقة ويعني استمراره بمعدل نمو اقتصادي ثابت تقريبا ثلاثة في المية وتحقيق معدلات كبيرة من التشغيل وأوجد فرص عمل كبيرة أتحدث هنا عن جو بايدن إلا أن التعافي الاقتصادي الذي حدث في فترة دونالد ترامب والتي متوقع أن تحدث أعتقد أنها مسألة تلوح في أفق المواطن الأمريكي وبالتالي فكرة استقديم المساعدات ربما ستكون موجودة ولكن مشروطة هنا يأتي لفظ نسميه عندنا في العلوم السياسية political conditionality أو المشروطية السياسية يعني إن كنت سأقدم لك مساعدات أو هبات أو منح أو قروض أو عطايا أو غير ذلك من المسميات فهي مشروطة بمواقف سياسية معينة فأعتقد أن جو بايدن يتقن أو يحسن هذه المسألة أيضا ونحن نتحدث عن نفس الملف الاقتصادي الأجندة الاقتصادية هل سوف تختلف من كاميل هاريس إلى دونالد ترامب من وجهة نظرك دكتور محمد؟ الأجندة الاقتصادية على صعيد الداخلي نعم